ايها المتابعون الاعزاء احييكم واجدد لكم التحية واللقاء في انطلاق جديد من انطلاقات هذا الصباح الجميل شوطن الخامس عشر الذي انطلق بحفظا من الله ورعايته معبرا عن منافسة ختامي اشواطي هذا اليوم مع انطلاقي هذا الختامي السنوي الكبير ختامي الختاميات ختامي المرموم الذي ياتي في عام الفين وسبعة عشر حيث نسير مشاهدين الاعزاء الى مقدمة هذا الشوط ونذكر لفائز بناموس هذا الشوط هناك سيارة فاخرة تنتظر واحدة من هذه الافكار المنطلقة وهذه الشعارات العملاقة نسير الى الصدارة ونتابع المقدمة والمركز الاول اللي تاتي على المقدمة في هذه اللحظة هذه هي فدوى لسحين بن جمعة بن حميد بن عمهي اللي يتقدم على الصدارة وعلى المركز الاول بينما الانتغاله الى المركز الثاني المركز الثاني المركز الثاني اللي تاتينا في هذه اللحظة الجميل وهي لها ايضا مرموقة اللي تحتل المركز الثاني لسهيل بالحطم العامري اللي يتقدم على المركز الثاني بينما انتقل الى المركز الثالث لاجد على المركز الثالث وصايف لعبدالله بن مصفر بن علي بن سفران المري بينما المركز الرابع هذه هي الواصلة الضبي لعلي بن مكتوم بن محمد بن مكتوم الجنيبي بينما الانتغاله الى المركز الخامس بيتابع السياد اللي تحتل المركز الخامس في هذه اللحظات اللي تعود ملكيتها لأحمد بن سلطان بن سالم بن عجل الاكتبي اللي يأتي على المركز الخامس هكذا هي النتيجة والندال الخمس المراكز الأولى ذعناها لمسامعكم متابعين عبر غنات دبي ريسينج النقل لاحداث هذه الرياضة بينما المركز السادس اللي تتقدم على سادس المراكز وصايف لحمدان بن محمد بذعيلب برميدان الاعفار بينما المركز السابع اللي تتقدم على المركز السابع هذه هي الفائزة علي بن فهد بن علي بن سعيد بن سفران المري والمركز الثامن المركز الثامن الغادم في هذه اللحظات الغام الغام لسيف بن سالم بن علي الدرعي بينما المركز التاسع تاسع المراكز الواصلة المنطلق بكل قوة في هذه الاندفاع من الجانب الاخر الله 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 الواصلة هنا شواهين سعيد بن بخيد بن سعيد الفلاح يما عاشر المراكز الواصلة في هذه اللحظات المنطلق برغين لسالم بن عويد بن بذيبان الاكتبي هكذا هي النتيجة للعشرة الاسماء ولكن العودة العودة الى الصدارة اعود الى الانطلاق الاول الى المسار الاول هناك من انطلقت رهف رهف المبارك بسالمين بن مبارك العامري على الصدارة وعلى المركز الاول ولكن الكيلو والمتر الاخير الكيلو والمتر النهائي غيرت هنا هول هولها اللي غيرت لعبد العزيز بن علي بن راشد المر ينطلقت على الصدارة الاولى بينما المطاردة والالحاق على المركز الثاني الغدوم من الفائزة لعلي بن فهد بن علي بن سعيد بن سفران ولكن اجوى الامتار الاخيرة الله يا حشيمة حشيمة وحشمة اللي على المركز الثالث لسالم بن سيب بن راشد الاكتبه ولكن العودة العودة هناك الى هولة 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 هذه هي على الصدارة تقترم من الفوس وتقترم من السيارة ولكن هناك الدسل البداء والانطلاق من الفائزة الفائزة اللي غيرت اللي غيرت الفائزة على الصدارة المحاربي والمركز الثالث المركز الثالث فاصبح من نصيب اللي هي ايضاً هولة لعبد العزيز بن علي بن راشد المري والمركز الرابع فاصبح من نصيب اللي هي حشمة لسالم بن سيب بن سيب بن سيب بن سيب بن راشد الاكتبه المركز الخامس اللي اتت فيه مشاهدين الاعزاء بلشه لحمد بن عبد الله بن سعيد بن سالم النعيمي هكذا هي النتيجة والندا للخمس المراكز الاولى نعود بالتهنية والناموس الى مالك ايضاً اللي هي الفائزة التوقيت الزمني خمس دقائق واحد خمزين دارية بالوفا والتمام والكمال تهانينة والناموس الى علي بن فهد بن علي بن سعيد بن سفران المركز الثاني اللي اتت فيه مشاهدين العزاء الدرعية قاطع مسافة السباق في خمس دقائق واحد خمزين دارية اربعة ايضاً من الثانية تهانينة لحمود بن عبد الله المحاربي بينما المركز الثالث المركز الثالث لحظة وصوله الى خط النهاية قاطع مسافة السباق في زمن وقدره في خمس دقائق درين وخمسين دارية خمسة يقزاء من الثانية ايضاً اللي هي هولة ايضاً قاطع مسافة السباق في خمس دقائق درين وخمسين دارية تهانينة والناموس الى مالك هولة عبد العزيز بن علي بن راشد المري تهانينة والناموس للجميع